السلام عليكم مرحبا بكم معي فوصة جديدة على قناة صفاء داليس نتمنى تكونوا بصحة جيدة اليوم إن شاء الله سنحضر معكم تحليه بمداق الحامض سهلة تحضير مكوناتها بسيطة كنتمنى أنكم تجربوها لأنها أكيدة لتعجبكم هالتحليه فتقريبا عام دابا باش حضرتها معاكم يعني فرمدان اللي فات ودائما كنحضرها فدابا قلت سنحضرها علش ما نشاركاش معاكم بالنسبة لبنات اللي مازال ما شافوها يجربوها فالهتحليه غدينحتاجوا نصف لتر من الحالي بما يعادل 500 ملي لتر غدينحتاجوا حامضة يعني حامضة بهذا الحجم غدينحتاجوا القشرة ديالها غدينحكها وغدينعسر العسر ديالها غدينحتاج 3 ملاعق كبيرة من بودرة الكريم باتيسياغ أو الكاسترد اللي ممكن تعودوها بالنشاء أو المايزينة أيضا عندي هنا 4 ملاعق كبيرة من السكر والسكر كيبقى لحسب الضوء ممكن استعملوه أقل أو أكثر على حسب الرابة غدينحتاج ملعقة صغيرة هكذا مملوقة من الزبدة وعندي هنا علبة من ياغورز بنكهة الفاني تقدروا استعملوه نكهة الفاني نكهة الحامض أو لا ياغور طبيعي بدون سكر وهنا فكيبقى اختجاري غدينستعمل هكذا بيسكوين اللي عندي بنكهة الحامض ممكن استعملوه أي بيسكوين توفر عندكم كيف ممكن لكم تصغنى وعلى البيسكوين لما توفرش عندكم يعني ممكن ما تستعملوش فانا كان فضلها كده فتحليات نستعملها كده قليل من البيسكوين باش كتجيناش حاجة اللي مقرمشة يعني ما كتجيناش الكريمة بوحدها كيف ممكن لكم إلا ما بغيتوستعملوه إلا ما صوفرش عندكم ما تستعملوش يعني تستعملو الكريمة بوحدها ممكن تعودو هاد البيسكوين غير بجوجعوه بهكذا صغار بيسكوين درهم وضعتوها كده في بلاستيكوين وغادي نبقى هكده يعني كنضربوه بالمدلك تاكي وليلي قطع صغيرة بزاف انا كنفضل نضيلي غير هاد طريقة يعني ما نطحنوش باش ما كيوليش لنا يعني بحال الدقيق كيبقى لينا مقرمش من بعد خديته وغادي نوضعو هكده في زلافة فكيف كتلاحظو معي كيكون هادا وشكل ديالو وخكيبقى عندكم هكده قطع صغيرة اني مشي مشكل من بعد مباشرة كناخد الكووس اني غادي نحضر فيهما التحلية وكنوضع هكده القانين من بيسكوين فاني ما كتكتروش الكيميه بزاف كتوضعوه كيميه قليلة تقريبا ملعقة حس الملعقة سان كبار هكده من بيسكوين فكنحتفض بالكووس هكده جانبا والان غادي نحضر معكم الكريمة فاول شيء كناخد هديك الحامضة مباد ما كنكون وغسلناها مزيان ونشفناها كناخد هكده الحكاكة اللي كتكون متوسطة وكنحكي غير هديك القشرة الصفرة يعني غير القشرة اللي من بره وكتبقوش كتحكو حتى القشرة البيضة باش ما كيجيكمش المداق ديال المرورة فالعشاق المداق ديال الحامضة غادي تعجبهم هاته حلية كتجي لديدة بزاف ومنعيشة يعني كنصحكم انكم تجربوها صراحة دائما كنحضرها وشاركتها معاكم يعني من قبل فكم قامتها مرة بها الطريقة حسا كنحكي هكده القشرة ديال هاد الحامضة كاملة كيكون هادا والشكل ديالها فالآن غادي نحصفض بها هكده جانبا من بعد كناخد هديك الحامضة غادي نقسمها على جوج وغادي نعصر العسار ديالها فمن بعد ما غادي نكمل غادي نخلي هكده العسار ديال الحامضة و القشرة ديال الحامض هكده جانبا يعني ما غاديش نحتاجهم الان للاخير غير كنوجدهم باش من بعد ما نوجد الكريمة لقاهم هكده واجدين والآن غادي ناخد كاسترول غادي نحضر معاكم الكريمة غادي نوضع بودرة الكريم باتي سياغ او الكاسترد اللي ممكن تعودوها ايضا بالناشا غيرانا كنفضل الكريم باتي سياغ لان اللون ديالها كيكون صفر والمداق ديالها كيجي قلت إلا ما توفرش قدروا تسعملوا يعني ناشا ماشي مشكل ضفت السكر خلطهم مزيان وضفت هنا نصف لتر من الحليب كامل وكنحرك مزيان هكده بتراب يداوي اولا ملعقة خشبية حسو كدوب ليا هديك بودرة الكريم باتي سياغ والسكر مع الحليب ومن بعد كنوضعهم على نار فكنوضعهم على نار مهيلة وكنبقى مستمره في التحريك باش هديك بودرة الكريم باتي سياغ ولا نشال يستمين سوما كينزلش ليكم من تحت وما كيتحرقش ضروري ما كتبقى هكده مستمرين في التحريك كنفضل انني نحرك هكده بملعقة خشبية باش كنحرك الجوانب ايضا ومبعد ما كتقالينا الكريمة كيكون هدو الشكل ديالها كيف كتلاحظو معايا فمباشرة غدي نزولها من على النار مباشرة مباد ما كنزولوا الكريمة من على النار كنضيف لها ملعقة صغيرة من الزبدة كنحرك باش هديك الزبدة كتدوب ليا مع هدو الحرارة غدي نضيف قشرة ديال الحامضة غدي نخلي القليل فقط للتزيين يعني غدي نستعمل واحد ملعقة صغيرة وهدو القشرة ديال الحامض كتعطينا ايضا نكهة ديال الحامض غدي نضيف علبة من ياغورت بالنسبة الياغورت إلا ما توفرش عندكم فماشي داروري في الوصفة يعني تقدرو تستغنوا عليه ولا توفر فممكن استعملوه ولا توفر عندكم اللي بنكهة الحامض فيكون أحسن فهنا غدي نزول هدو الملعقة الخشبية باش كنحرك هكدا بترابية داوي وفي الأخير غدي نضيف عسر حامضة وغدي نحرك مزيان هنا غدي نزول واحد العدم وكنحرك مزيان هكدا بترابية داوي حسكت ولي عندي واحد الكريمة يعني متجانسة من بعد فمباشرة يعني والكريمة يعني محدها سخونة غدي نوضع هكدا الكريمة في الكؤوس بالنسبة لهذه الكيمية اللي حضرت معاكم فهي اعطاتني ربعات الكؤوس بهذا الحجم يعني ربعات الكؤوس كبار إلسا عملته كؤوس صغر فقدر تعطي لكم حسر السادي الكؤوس فكم قم السمرة حتى كنوضع هاد الكريمة كاملة بالتساوي ومن بعد ما كنكمل فكندخل هاد الكؤوس هكدا مباشرة للتلاجة لأنهم كيكونوا هكدا دافين وكيكونوش سخام بزاف إلا كانوا سخام بزاف كتخليوهم فوق سطح العمل حتى كيدفاعوا ومن بعد كتدخلوهم تلاجة وكتخليوهم حتى كيبردو وكيتماسكو فهنا حضرتهم من قبل الفطور ومر الفطور هكدا يعني بردو غادي نزيينهم ونقدمهم بالنسبة للزيين اكيد انه كيبقى اختياري هنا خديت البيسكوين اللي بقى عندي غادي نوضع هكدا القليل فوق من الكؤوس غادي ناخد اوراق من النعناع اللي غسلتهم زيان ونشفتهم وغادي نزيين بيهم ومن بعد غادي نزيين هكدا بحبات من الكاراز اللي كيكون هكدا معسل فانا كنفضل هاد الالوان يعني صفر ونخضر ونخضر ونحمر كيتوتاو ممكن تزينوا ايضا بالفريزي لتوفر عندكم ولم توفرش عندكم فيمكن لكم تخليهم غير هكدا كو تقدموهم في الاخير فانا رشيت عليهم القليل من قشرة الحامض اللي احتفت بها وكيكون هادا والشكل ديالك واستحلية بالحامض اللي حضرت معاكم كيجيوا للداد بزاف الماداق ديالهم كيجيوا كريميين منعيشين يعني الماداق ديال الحامض كيجي لديد كنتمنى انكم تجربوهم طريقتهم سهلة خصوصا هكدا في رمضان كنتش ها واكدا شي حاجة حلوة من وراء الفطور او لف الصحور فكنتمنى ان الوصفة تنال اعجابكم ونتجربوها يلعجبكم الفيديو والوصفة لا تنسوا اشتروا الياجم تباقطجوا الفيديو مع اصدقائكم ومعائلتكم ايضا تخليوا لي اتعليق باش تزيدوا تشجعوني ولكنتو كتزوروا قناة الاول مرة فكن رح احبيكم لا تبخلوش علي بالاشتراك وتفعلوا زل جرس باش يبقى وصلكم جديد الوصفات وللمزيد من تحليات تورتات باردين كيكات هكدا باردين او وصفات رمضانية عصائر فقد تلقوهم في القناة كنتمنى انهم ينالوا اعجابكم وهكدا كنكون وصلنا نهاية الفيديو وما بقى لي اغير نخليكم على الصور ونقول لكم تلقوا فيديو جديد ووصفة جديدة ان شاء الله خليتكم على خير شكرا شكرا